وبما أننا بنتكلم عن الموازنة الجديدة لازم نشير إلى شهادات ثقة اللي بتجدد في الاقتصاد المصري يوما بعد الآخر تقرير أفاق النمو الخاص بصندوق النقد الدولي اللي صدر النهاردة بترفع ارتفاع بتقول وبتشير إلى ارتفاع نسبة الناتج المحلي في مصر لـ 5.2% الصندوق رفع من توقعاته للنمو في الولدان المستوردة للنفطة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان وأشد بتحسن أفاق النمو بالنسبة لمصر أكد كمان أن تحسن مستوى الثقة مستمر في تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص ده إضافة إلى زيادة حكم الصادرات والسياحة في نفس الوقت صحيفة Financial Times البريطانية أكدت اهتمام شركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة بالاستثمار في مصر بعد تحسن أوضاعها الاقتصادية وقالت كمان أنه من الواضح أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة المصرية بدأت بالفعل تأتي ثمارها